في العراق لا تزال معناة الأطفال المتهمين بانتمائهم أو أقارب لهم بتنظيم الدولة مستمرة وفي تدهور كبير فبعد عام من إعلان الحكومة ما وصفته بنصرها على داعش يواجه مئات الأطفال المعتقلين في كردستان العراق خطر إعادة اعتقالهم بعد الإفراج عنهم إذا حاولوا الالتحاق بعائلاتهم في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في بغداد أو مدن أخرى باتت معروفة لكل العراقيين وتؤكد منظمة هيومراتسواتش في تقرير لها أن المشكلة تتنبع من غياب التنسيق بين النظامين القضائيين في أربيلا وبغداد وهو ما سيؤثر حاليا على نحو 20 طفلا تم إطلاق صراحهم بعد سجنهم بتهمة الإرهاب ومئة آخرين سيطلق صراحهم لاحقا وتنقل المنظمة عن فتى أعيد اعتقاله القول إنه تعرض بالفعل للتعذيب على يد السلطات الحكومية ليعترف قصرا بعلاقته بداعش وتشير هيومراتسواتش إلى أن على السلطات القضائية أن تتبنى سياسات محددة لتجنب المقاضات المتكررة للأشخاص الذين أدينوا وقضوا حكمهم بتهمة الانتماء إلى داعش أو تمت تبرئاتهم وضرورة حصولهم على شهادات الإفراج عند إطلاق صراحهم وإخراج أسمائهم من قوائم المطلوبين هذه المعاناة للمعتقلين من الأطفال تنسحب أيضا على النازحين منهم وعائلاتهم الذين تحتجزهم الحكومة في مخيمات وصفت كأنها معسكرات اعتقال في الأنبار وتكريت وتمنعهم من المغادرة إلى مناطق أخرى بدعوى إعادة تأهيلهم لشهور راقبنا كيف تعامل السلطات العراقية هذه العائلات فيكرنا قوله أنه لا أحد منهم لديها الحق في الحركة إنهم محتجزون في ظروف مقيدة سواء في المخيمات أو في السجون ويعاملون كمجرمين ويبقى السؤال الأبرز في العراق عن تلك العدالة التي ستتحقق في إعادة السلطات الحكومية في بغداد احتجاز الأطفال أو حبسهم في مخيمات وإلصاق تلك التهمة بهم ليس للشيء بل لدوافع انتقامية تبقي العنف في العراق كحجة لاستمرار بقائهم في مناصبهم واقتسامهم ثروات البلاد ترجمة نانسي قنقر